لكن أين المسيح الآن إسلامياً بحسب الإسلام؟ طيب إحنا تحب أنا أنتك رأي ولا نشوف القرآن شو بيقول؟ لا طبعاً إحنا بدنا ما بدنا أراءنا بدنا شو يعني؟ القرآن شو بيقول؟ فضل القرآن في سورة العمران 55 يقول يا عيسى أني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا نعم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هلا أنا ما بدي أدخل في موضوع جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ليش ما قال إلا أن يأتي نبي آخر بعدك ما قال دائماً أتباع المسيح المسيحيين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هنا طبعاً بس سوري هذا الدليل مهم أن المسيحية ليس كفار لا أكيد جعل الذين اتبعوك أي اتبعوا المسيح على فكرة اللي بيتكلم بهذه الآية الله يعني عند المسلمين هذا الله بيتكلم وهو بيقوله وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لهم القيامة بس هون بيقوله يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي ومطحرك من الذين كفروا يعني متوفيك يعني رحموتك بالضبط يعني قضيت الموت أنه مات فعليا طبعا فيه مسلمين حاولوا يقول لك هذا الوفاة نوم ومش نوم هذا واضح بدليل من آيات كثيرة في القرآن أنه مش نوم في آية ثانية المسيح بيكلم الله يقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم طب لو المسيح كل ما بينام الله يصير الرقيب لا المسيح بيحكي عن الوفاة اللي صارت على الصليب على فكرة المهم هلأ أنا اللي يهمني بالآية ورافعك إلي أبو الضبط هلأ الله بيقول للمسيح ورافعك إلي يعني لو أقول لك أنا رح أجيبك عندي للبيت يصير أنا وبالطريق أخليك في بيت صاحبي واحد ثاني أخليك في مطعم أخليك في كافي وأنا بأقول لك رح أأخذك أجيبك على البيت عندي فالمفروض أين أأخذك على البيت فالله بيقول بالقرآن للمسيح العفو بيقول له مني مطاهرك ورافعك إلي وعلى فكرة إلي أي يعني وين الله موجود بالضبط بالضبط أنا بصراحة حتى بالمسيحية لما يقول عن المسيح عن يمين الله في مرات ممكن ناس يفهمون عن يمين الله هذا مكان الله قاعد هون والمسيح رح يكون جنبه لا لا هذه تشبهات الله ما عنده كرسل ما عنده كرسل بالضبط هو ما بيحكي عن مكان المسيح يحكي عن مكانة المسيح مكانته عن يمين الله كمان نفس الشيء في القرآن ورافعك إلي ومطاهرك من الذين كفروا الله بده يرفع المسيح لعنده وهذه أيضا ميزة فريدة عن المسيح تفرد بها عن كل بني البشر وعن كل الأنبياء وعن كل ما مذكورين في القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر